وعليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك وميبون الحمد لله إليه آخا بين أرواح وأرواح ولف بينها قبل ظهور الإشباح وعلمنا على لسان نبينا أن الأرواح جنود مجندة وما تعرف من أكتلف وما تناكر من أكتلف واشهد إليه الله يولى شريك له وأن محمداً عبده لا يصطفى ولكافة الخلق أفصله والصلاة والسلام على مآخا بين المهاجر والأنصار وعلى آله الأطار وصحابته الأخيار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيها أيها الناس اتقوا الله حق التقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يصنع ويرى وعلموا أن خير الحديد كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشربوا لمحدياتها وكل بجعة ضرارة وكل ضرارة في النار قال تعالى إنما المؤمنون الإخوة فأصلحوا بين أخياركم اتقوا الله على عليكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاء ليس لسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اتلبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحبوا أحدكم وإياكم على أخي إذا وكرهتموه اتقوا الله إن الله تواب الرحيم فأخرج البخاري صحيحه عن أبي فريرة رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغدوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبي أحدكم على أبي عبادك فكونوا عباد الله إخوهما المسلم وأخي المسلم لا أظنهم ولا يخذله ولا أخطره التقواها هنا التقواها هنا وإشارة صلى الله عليه وسلم إلى صدري كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بحسب بإبن الشرياني أخرى أخي المسلم وأخرج ابن خذيمته بن حبانا بي صحيحهما نعد الله بن أمر بن الحطاب رضي الله وماله وماله وعرضه وماله وماله وعرضه ختمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى أجل أنكم حبية الجاهية وغخاء يا أيها الناس رجلا مؤمن تقي تريد على الله وفاجر شقي هين على الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر ونذي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقيكم وروا أحمد في مستدع نبي نظرة أنه قال حدثني من سمع خدبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنا وهو على بعير يقول أيها الناس إنا ربكم واحد وإنا أباكم واحد ألا لا فضل لعربين على أعجمين ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى خيركم عند الله أتقاكم هذا وقد قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد زي تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من تحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غبلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هذا ورق العلمت يا إنسان وكلنا ذلك الإنسان أن الناس يوم القيامة صنفان صنف مقرب مصان وآخر مبعد مهان صنف جمع له الرغائب والآمال والأسرة والحجال وصنف أعدا له السلاسل والأغلال والأراقم والصلال وضرب الأهوال والأنكان ولم تدري من أي صنفين أنت ولا من أي الفريقين كنت وأخرج البخاري بصحيحه أن علي بن بي طالب الكرم الله وجهه ورفعه إن أخوف ما أخاف عليكم اتباعوا لهوا وطول الأمل فأما اتباعوا لهوا فيصد عن الحق وأما طول الأمل فينسل آخرة ألا وإن الدنيا قد ارتحل المذبرة وإن الآخرة قد ارتحل المقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل الحمد لله إلي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة لهوا الفضيلة أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وذلنا بملائكة قدسه وذلت بالمؤمنين من جني وإنسه وقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله هو ملائكة ويصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسريما وروا أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الله عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر وفي رواية ومن صلى الله عليه عشرا صلى الله عليه مئة ومن صلى الله عليه مئة صلى الله عليه ألفاء ومن صلى الله عليه ألفا زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدوا ذلك عند الله هو خيرا وعظم أجرا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد الباتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وارض اللهم عن صحابته وخلفاء الراشدين الهادين المفتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنوار وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن فقر أموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا أزمان بن عفان وعن باب مدينة العلم ليث بني غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقية لا زالت إلى العلاء راقية اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك من كان فيها لا كراحة المسلمين ودمر أداء الدين وجعل أموالهم وذراريهم غليمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء ورم وغلاه وطاعون وذنًا ووباه طهر من جميع ذلك بلدنا خاصةً وبلاد المسلمين عامة وغضلنا ولوالدنا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه ولوات اللهم أربعنا الجهد والجوعة والعرية واشبعنا من البلاء ما لا يكشو غيره اللهم فرجعنا من سيدنا محمد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القربين وينهي عن البحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تيكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أعطي بالصلاة حيان الصلاة حيان الفلاة قد قامت صلاة قد قامت صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملكي ومجين إياك نعرض وإياك نستعين صلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم وإلي المرضو بعليهم وللضامين آمين أصبح لله ما بالسماوات وما بالعظيم ملك الكبوس العزيز الحكيم والذي بعذ بالأميين رسولا منهم يتل عليهم آياته وإزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا به هو العزيز الحكيم ذلك فرض ضعيوتهم يشاءوا الله بالقبل العظيم مسأل الذين التوليتهم لم يحملوها كمسأل الحمير يحملوا أسفارا ليس مسأل القوم بالذين كذبوا بآية الله والله لا يهد القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتموا أنكم أولياء لله بدون الناس فتمنوا الموتين كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين إن الموتى اللي يتفرون منه فإنه ملاقيكم بما تردون إلى عالم الغيب والشهادة والنبيكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آملون إذا نوجه للصلاة من أهم الجماعة فاسعوا إلى ذكر الله وذلوا البيع ذلكم خير لكم وإن كنتم تعلمون فإذا قلت الصلاة فانتشروا في الأرض ويهتغوا من غضل الله ويقول الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو له من غضو إليها وتركوها قائما كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر المستقيم الصلاة الذين أنعمت عليهم وإن الموضوب عليهم ولا الضالين آمين يا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لا رسول الله والله يعلم إنك لا رسول والله يشهد إن المنافقين الأكاذبون اتخذوا إيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعمل ذلك ذنهم وآمنهم كفروا فضل على قلوبهم فإذا رأيتم تعجبك إجسامهم وإن يقولوا وتسمع لقولهم كأنهم فشهوا المسندة يحسبون كل صيحة عليهم من عدو فأحذرهم قاتلهم الله أن يفردون وإذا قلنهم تعالوا يستعبلكم رسول الله له روسهم ورأيتهم يسدونهم مستكبرون سواء عليهم أستعبلكم ولم تستعبلكم لهم لن يعبر الله لهم وإن الله لا تقوم الفاسدين والذين يقولوا لا تنفقوا على من دار رسول الله حتى ينفضوا ولداء الحزار بالسماوات والعرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولوا لنا رجعنا إلى المدينة ليفرجنا العزونا لازل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين أعمنون أفكرهم وأموالكم ولا أولاكم عن ذكر الله وإن يفقى ذلك فأولئك هم الخاسرون وانفقوا بما رزقناكم من قبله يأتي أحدكم ويقول رب الأولى أحدني إلى أجل قريب فأصدقوا لكم من الصالحين وإن يؤخر الله لسنين إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر الله أكبر سلام الله لمن حمز ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم وعبد الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وعليك صلاة الله ثم السلام فبرها مجد عاشق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة